معنا عبر الهاتف من دبي سعادة الدكتور أحمد حسن ابن الشيخ عضو مجلس إدارة دبي الاقتصادي مرحبا بك معنا دكتور أحمد يعني هذه اللفتة من الشيخ محمد في التسامح وتسمية جسر في دبي بجسر التسامح ما هي دلالات هذا الموضوع وما هي الصورة التي تعكسها عن دولة الإمارات لتعزيز قيمة التسامح على كافة الأصعدة الدينية منها والاجتماعية واختلاف الثقافات مرحبا بكم ومساق الخير لك ولمشاهدين والمستمعين أهلا بك طبعا الخطوة هذه خطوة التي نشوفها هي تسمية جسر إنما حلقة في سلسلة طويلة إذا رجعنا إلى دولة الإمارات كدولة دولة حاضنة إلى أكثر من 200 جنسية وطبعا نزيد عليهم الثقافات الموجودة والديانات المختلفة واللغات المتشابكة دولة الإمارات بحضنها لهذا النوع من الديانات والجنسيات والثقافات واللغات المختلفة دليل من أكبر الأدلة التي ترسلها أن دولة تسامح دولة قبول للآخر دولة لا يعيش فيها إلا المنطق المتسامح وبدأت قبل السنوات في تشكيل وزاري للقبل الأخير إنشاء وزارة التسامح وحقيقة هذا يدل على تركيز النظام السياسي أن نحن نفكر في الآخرين مثل ما نفكر في أبنائنا ونفكر في التعامل مع الموجودين مثل ما نفكر في التعامل مع الأبناء الوطن كل هذا دليل يديك إلى أن دولة الإمارات أرض للجميع أرض للتسامح أرض للعيش عليها الجميع نعم دبي دائما ما تفاجئنا على كل الأصعدة اقتصاديا سياسيا واجتماعيا ومعروف عن حكومة دبي وزارة السعادة وكما قلت وزارة التسامح حضرتك دكتور أحمد هي الأولى من نوعها في العالم إضافة إلى الخطوات الأخيرة في الحكومة حكومة دبي إدخال وجوه شابة وصاعدة جدا في تلك الحكومة ما الذي سيؤثر أو ينعكس عليه هذه الخطوات مستقبلا على صعيد تطور دولة الإمارات وسبقها لركب التطور العالمي طبعا على المستوى النظم الموجودة ودخلتها دولة الإمارات في المنظومة الوزارية هذا دليل على أن دولة الإمارات تمشي بخطة لا تلتفت فيها إلى الآخرين إنما ترسم طريقها وخطتها لما تراح دولة الإمارات لنفسها من طريق إبداعي يختلف عن طريق الآخرين وطريق يوصل إلى تكامل المجتمع ونسيج المجتمع سواء كان هذا النسيج من أبناء الوطن أم من متواجدين عليه ومن خلال إبراز السعادة في المجتمع لكل أطياف المجتمع معناها أن دولة الإمارات هدفها بالسير إلى لطريق المستقبل للجميع وليس لفئة معينة نعم أشكرك جديد للشكر الدكتور أحمد حسن بن الشيخ عضو مجلس إدارة دبي الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من دوباي